حصل المشكلة دي كابتن حسام عبنان وقالوا ما فيش رايحة نظام أساسي واتعمل خريطة الطريق برضو لمدة سنة بس كان بيدينها مجلس معين كان بيسمح القانون الرياضة قبل تعديلاته 77-75 بأنه هو يسمح بوزير المختص أنه يعين لجنة القتل أو الانتخابات ما كانش بعد التعديلات اللي حصل في فترة اللي تم فيها حل استقالة مجلس ضرب الكامل بعد عقابة بطولة أمم الأفريقية أنه جات اللجنة الكابتن عمر الجنيني وبعدين جات اللجنة الكابتن أحمد ميجاد السلسية كان فيش رغبة أكيدة في أنك تكتمل الجمالة لكن مع مهول الوقت حاسينا أن الكابتن أحمد مش رايح في اتجاه عمل الجمالة نتكلموا تال أمانا لأنه أنت اللايحة فجأة معتمدتش اللايحة اللايحة اللي هي أصلا اعتمد في 29-11 اللايحة اللي هي جوز أنك تعدل فيها أي حاجة إلا بعد مهول سنة بإقرارها بابنودها في النقطران يعني تتغير إلا بعد مهول سنة ما راحتش بها قرار من لجنة المبينة تعرف النظام التعديل أنها تروح لجنة المبينة لجنة المختصة تجتمع في لجنة المبينة تعتمد القرار وتبعت للوزارة للنشر إذن الوزارة جاءت نشر فقط مش جاءت اعتماد حسب التعديلات الحركة الأولمبية هي اللي بتدير الموضوع فما راحش ده كله فطبعا كان لازم يحصل التدخل تدخل تعمل في أربع محاور أول محاور التعمل المحاور التشريع إن تم تعديل في تشريع المادة 16 وده كان أهم حاجة في قانون الرياضة لأنه لا يجوز الدعوة الجمالة أممية إلا في الأربع تشهر اللي بعد السنة المالية فكان آخر دعوة 30 عشر وده اللي خلت المهندس حمالة المجادة ما يعرفش إدعي لما جيه في شهر 11 فهتمدت شهرين وممكن يجوز الوزير المختصة شهرين أضافين في الحالة القصفة وإذا أنت الغاية 28 اتنين تقدر تدين إذا أصبح الدعوة الجمالة أممية متاح بعد 30 عشر فمن هنا بدأت تتحرك الجمالة أممية وخلالي نتكلم المحاولات دي لو تفتكر هجدرجع بقى أنا عايز أستغل بصراحة وجود يالنهاردة وجود شهد مهم جدا على العصر معنا التاريخ اللي هو ريس التحرير الزحم الجلال اللي نحن حلال الخمشار السنة دول حضرنا جمالة أممية كتير جدا وكان نفس الموضوع بيحصل أندية بتطلق جمالة أممية غير عادية بتفتكر الدكتور عم حاقب ندي بنصر أندية كتير رحمة الله لإيها بصراحة بنتجمع كأندية عشان نعمل تعديلات في اللايحة وعشان نحاول نحن الجمالة أممية لها دور مؤثر وكان كل المحاولات دي ساعات بتنجح وساعات بتفشل مهم اللواح كان بتبقى مبتورة لغاية مجالة اللايحة اللي هي الحلم ليه 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 نقولك دي أفضل لايه حاجات في تاريخ مصر دي أولا بتمنع عضاء مجلس دارة اللي يكون عضاء تنفيذيين دي الأسل اللجان ودي كانت نقطة مهمة جدا وشوفنا مشاكلها في أنه واحد يمسك اللجنة بيمسكها باتجاهاته وبيبعد عنها المجلس دار دي بياخد الحكام دي بياخد شؤول اللعبين دي بياخد المساواة دي أتنين بتعمل للروابط القسم الأول والتاني والتالت يعني مع أننا ليه وجهة نظر طبعا في العالم كله لما ربطت محترفين وربطت هواء يعني الأول والتاني ده محترف كان لازم يقول ليه رابطة واحدة والتالت والرابط ده هاوي يبقى إيه ليه رابطة واحدة ولكن كبدايات يبقى فيه بروتوكول تعاون ما بين الروابط القسم الأول والتاني لازم يجمع معه القسم الثالث والرابط يبقى لهم التعاون بعشان يبقى فيه حلقة متصلة تطور ما بين اللوا لغاية الاحتراف الحقيقة الحراكة اللي عمل يبقى إحنا عدلنا في القانون عشان نسمح بأننا أردوا نفس نفسي وعدين عدلنا في اللايحة في التوقيت المناسب اللي هو يسمح بيه التعديل اللي هو 28-11 يبقى سنة كاملة عدت على إيه على اللايحة الأولانية يبقى أنا عملت جماعة عمية 29-28 إيه الضوابط اللي تعمل بكلمك عالكواديس وفوض حفظك شوك جهد من الدولة ومستلاف سيد وزير الشاور هذا بضمان عمل انتخابات متحاد الدولة تدخل عشان بقى ما قالش فزاعة التحاد الدولي والتدخل حكومي لأ يبقى لازم فيه تنسيق ما بين الوزير المختص تقاشروا علاقات ممتدة ورائعة مع جميع الاتحادات الدولية الأيام دي وده المشكورة عليها أنا حضرتها في وانا عوضوا مجرس قدارة النادو الوزير وكان برضو بفزاعة ودية التنفيذ ان هيروح الودا هيجمد مصر عشان تدخل حكومي في الودا عشان تدخل حكومي في الودا عشان تدخل حكومي في الايه في النادو أنا بقى ده جماعة من الشطاقة بتنم كافة من الشطاقة المنظمة دي المنظمة دولية زي اللاجنة الانبية بالضبط لها جود تدخل في حكومة لكن لابد ان ما فيه ضوابط مالية وإدارية فالفزاعة دي ما عادتش موجودة بالصورة موجودة أنا موجودة تدخلش لكن لازم فيه مظلة الدولة تحمي استقرار الأوضاع والوضع الاني والوضع النادي والوضع الإداري والفني الفني ده بتاعك انت وتاع الجمعان ومن هنا تعهد الوزير هو اللي خلى الأمور تمشي ان فيه انتخابات ستتم امتى بقى ده أنا أعتقد ان الخارطة الطريق هتبقى لقتي التعديلات دي هتروح هنتكلم فيها دلوقتي تعتمد من الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي هتروح ترجح تاني اتحاد المصر الكتر القدم تروح للوزير المختص المراضي المراضي بس لأنه هو المتعاهد بإيه باستعتمد هيبعتها هو لين للجنة الأرمبية تعتمدها يرجع ينشرها يبدأ يعلن عليها انتخابات اعتقد ان ده كله هيبقى في العشرة ايام اللي فاضين دول عشان أنا قدامي هنديش حل تاني اللي أنا أفتح يوم 6 و 1 6 و 12 وعمل انتخابات يوم 5 و 1 فعلى ضمانتي وخبتي أنا ما عنديش يعني قرار بس أنا أقول لك الخبرة الإدارية والخبرة في اللوايح الانتخابات قول أنا واحدة اتحاد المصر الكتر قدر سيفتح باب الترشيح يوم 6 و 12 ستكون الانتخابات بالأيما المطلقة للمعلقة يوم 5 و 1 طيب ده هيقودنا للسؤال عن التعديلات اللي اتعاملت في اللايحة اللي منها موضوع القيمة المطلقة دي كلمني عن التعديلات وعايز أسمع يعني تفسيرك لهذه التعديلات إيه الاستفادة اللي بنحققها حقيقة 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 التعديلات اللي هاديها هاني تخلينا نتكلم وبتال أمانة إن فزعت إن قانون في مشاكل وقانون الرياضة المشكلة ما كانتش في القانون هل بان نيدوا كلها على تحقه ها عايزين هنا بنتكلم بما يولي الله قانون واحد سمينا في الصحة هم أفضل القوانين الموجودة بقصوا شوية القوانين خاصة في السسمار وفي الحوكمة الإدارة الرشيدة القرط القدم دي موتة مهمة جدا مكتش موجودة والباقي كله المشكلة إنك لما عملت القانون كانوا يوقتي دايئة جدا عشان تعيد إشهاره اللوايح المشكلة إن نسبنا اللوايح كل اتحاد وكل نادي يعمل اللوايح بدون ضوابط وارتبطة بالقانون اتحاد المصري هو أكبر اتحاد في الاتحادات كلها باللومبي صح ولا وطلعت اللوايح المحترمة دي بتعديلاتها منافقة للقانون محتاج تشغير في القانون إلا في المدد بتاعت الايه بيزا المشكلة ما كانتش في القانون مشكلة كانت في الايه في اللوايح فعالين نقول الرياضة المصرية محتاجة تطوير في اللوايح بسرعة مش بالقانون محتاجة حضاك بسرعة زي ما عملت في التحاد المصري كنت في القدم مش التعديلات دي بس لوحدة اللوايحة نفسها اللوايحة نفسها اللوايحة نتعملت كريمة دعاشة مكوود السؤال عمر الجنيني اللوايحة الخمسية في أنها عملت قعدة سنة تعمل هذه اللوايحة هذه اللوايحة من أفضل اللوايحة نتعملت وفق كل للنزاهة والشفافية وتربوا المصالح كلمة في كل المواضيع لتمس تطوير الرياضة المصرية إنها الروابط للتراخيص للنزاهة والشفافية وكمة لكل حاجة وهم كلها موافقة لإيه للدول وإيه كان بتعديل بعد سنة في خمس مواد إنه أصلا كان لازم عندك مبرر أنك عايز تشير ما نشارتش بدليل الجبال أو المال اللي نعقد ديها نعقد الكام واحد مية خمسة وابين واحد عارف نعقد على لاحة الليحة بتاعيكون سبعتاشر خلت باعتك فالخمس مواد اللي موجودين خاصة بي شروط كلهم خاصة بشروط الترشيح والإجراءات اللي عملية الانتخابية بس اللي هي إن القايمة تبقى مغلقة ومطلقة بنفس العدد اللي موجود رئيس ونائب ست أعضاء بينهم امرأة ست أعضاء وامرأة يبقى هدي سبعة واثنين تسعة تسعة زي ما هم بس في قايمة مغلقة ولهم تلاتة احتياط اللي بيشرف عن عملية الانتخابية مش اللجنة اللي بيدي الانتخابات لجنة محايدة من الانضباط والتظلمات الانضباط بتتقبل الترشيحات والتظلمات بتقبل الطعون ودي موجودة أعتقد بس هل هي اللجنة موجودة بتاع الانضباط أنا مش عارف الحقيقة فيش لجنة انضباط لكن في تظلمات فدي هتبقى مشكلة محتاجة تشكيل إن ده قرارة تعديل إن اللي يتلقى الطالبات ويديه عملية انتخابية لجنة الانضباط واللي خلق الطعون هي لجنة الايه التصلمات ده التعديل التاني تبقى إذن الأيمة مطلقة مغلقة ريس ونائب وستة وامرأة تسعة وتلاتة احتياطي منهم امرأة برضا يبقى دي الأيمة تمام وانتخاب النائب هيبقى من داخل المجلس أيمة كاملة أيمة كاملة ريس ونائب وستة أعضاء وامرأة هل هي تمانية وواحد تسعة أيوة في الأيمة دي هي اللي نزلت بس يبقى لازم تحصطوا على إيه 25% الأول ترشيع وتسكية وبعدين في الحالة الحضور تجيب 50% من الأصوات لا ثواني 25% الأول موافقة آه وبعدين في التصويت يجب كل عضو يجي عادي 50% يجي عادي أز واحد من الحضرين يعني جي 100 نادي يبقى 51% في الأيمة دي يبقى خلاص نجح بالإيه بالتسكية أوه تعملوها زي الأهل موضوع الأول أنا مش فهم